موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز للأنباء من يمن شباب قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد مقبل الحميري إن الحكومة مستمرة تنفس قطرة وستبقى فيها لأيام قادمة لاستكمال برنامجها المعد سلفا في تلمس أحوال السكان واحتياجاتهم ومشاريع التنمية وأكد الوزير الحميري عدم استبعاد أن يستدعى بقية الوزراء للقدوم إلى محافظة سقطرة ليعقد مجلس الوزراء فيها عند تأسابيع يأتي هذا فيما لا يزال التوتر قائما في جزيرة سقطرة بعد أن أقدمت الإمارات على إرسال مزيد من قواتها وتجاهلها تنفيذ اتفاق توصلت إليه مع الحكومة عبر لجنة عسكرية سعودية قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أن تقدم قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال مؤشر على قرب نهاية الحرب التي أشعلتها الميليشي الحوثية الإيرانية المدعومة طبعا من إيران وأكد المخلافي في تصريحات صحفية نشرتها جريدة اليوم السابع المصرية أن الطريقة لوضع حل لانقلاب الميليشي وإنهاء الحرب يكمن في الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وشدد وزير الخارجية على ضرورة الضغط على الميليشي الإنقلابية من أجل محادثات حقيقية تبدأ ببناء الثقة أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية محاولة تسلل لميليشي الحوثي الإيرانية إلى مواقع محررة في شمال محافظة لحج وقال مصدر ميداني إن الجيش تصدى لمحاولة تسلل نفذتها الميليشيا إلى عدد من المواقع في منطقة السحي وجبال شيفان شمال شرق مدينة الشريجة وأشار المصدر إلى ارتقاء شهدين من رجال مقاومة وجرح آخرين في المواجهات التي تكبدت فيها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى من عناصرها أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في محور البقع بمحافظة صعدة معقل زعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش حررت جبال المنقعر والتبة الرملية وبير سالمي وسط انهيار كبير لعناصر الميليشيا الإنقلابية بعد معارك عنيفة وقصف لمقاتلات التحالف العربي وأضاف المصدر أن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين في سوق البقع بمديرية كتاف إثر هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية في المنطقة هذا وعثرت قوات الجيش الوطني على مخازن ضخمة تحوي كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الباليستية في منطقة آل صبحان بمديرية باقم من بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى نوع زلزال واحد وذلك عقب تحرير عدة قرى في منطقة آل صبحان تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإيرانية على الأطراف الشرقية لمديرية حيس جنوبي الحديدة وقال مصدر ميداني إن المعارك بين الجانبين تزامنت مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف في مفرق جبل رأس وطريق مديرية العدين التابعة لمحافظة إب وذكرت مصادر ميدانية أن ثلاثة ألوية عسكرية إلى جانب ألوية المقاومة التهمية باتت تتمركز في مواقعها المحددة لها لبدء معركة تحرير مديريات الجراح والتحيطة وزميد ناشدت رابطات أمهات المختطفين في محافظة تعز الحكومة الشرعية والمبعوثة الأممية إلى اليمن مارتن جريفث ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالعمل الحثيث لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قصرا دون قيد أو شرط قبل دخول شهر رمضان وشددت الرابطة خلال وقفة احتجاجية في تعز على ضرورة تمكين المختطفين لدى ميليشيا من حقوقهم الإنسانية وأعربت الأمهات عن أملهن في أن يتم الإفراج عن المختطفين والمخفيين قصرا قبل حلول شهر رمضان رست الباخرة باسامة في رصيف ميناء عدن وتحمل على متنها أكثر من ثلاثة آلاف سيارة لإفراغ حمولتها في الميناء وتعد السفينة الأضخم من نوعها التي دخلت الميناء هذا العام وتأتي هذه الخطوة ثمرة للاجتماع الأخير بين قيادة التحالف العربي وكبار التجار لتسهيل نقل بضائعهم ودخولها إلى الميناء أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحاجة إلى جهود دبلوماسية قوية في الشرق الأوسط لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة وتعهد بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين في وزارة الخارجية احتفالا بيوم الشؤون الخارجية بيوم الشؤون الخارجية تعهد باتباع دبلوماسية قوية تهدف إلى حل المشاكل سلميا من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة نهاية الموجز إلى اللقاء